وكفوا معنا برك الله فيهم والأتليتيك على خطى شباب بني تور وبالتوفيق لهذا النادي الذي سيخلق المفاجأة في هذا الموسم مباشرة مع منشط النهائي الموسم الماضي شبيبة القبائل التي استقبلت شباب الضار البيضاء مثل ما يقول محمد جمل بتعداد متغير ومن الشبان وفي غياب الركائز واجه شبيبة القبائل المنافس الشباب الضار البيضاء المنتم لقسم الهوات وبكامل عناصره الباحث عن المفاجأة إن أمكن ذلك ولم نشاهد الفرص السانية إلى غاية الدقيقة الرابعة والثلاثين حين كشف اللائب حمزة يدروج عن قوته في التسديد فسجل الهدف الأول لشبيبة بروعة كبيرة وبالقدم اليمنى التي أرسلت كرة لا ترد في مرمى الحارس بولسنامي وعلى الهدف الجميل والرائع انتهى الشوط الأول بين الفريقين في الشوط الثاني حمزة يدروج نصب نفسه نجما وهدافا عندما استغل هذه الكرة العائدة فسجل الهدف الثاني لمصلحة شبيبة القبائل وببراعة كبيرة فأعلن عن ظهور رائع ولامع في أول مباراة له كأساسي لكن سعمار لم يسجل أمام براعة الحارس بولسنامي في الدقيقة الخمسين غير أن شباب الدار البيضاء رد على ذلك بهذه المحاولة والكرة من الوسيل التي جانبت مرمى الحارس دوخة الاستفاقة جاءت بهدف التقليس النتيجة بعد مخالفة سجله زروق الذي تابع الكرة في الدقيقة الحادية والثمانين من زمن المباراة هدف أغضب الحارس الدولي دوخة الذي كان بارعا بعد ذلك في إنقاذ مرمىه من هذه الكرة القوية من بوجادا في الدقيقة الخامسة والثمانين من زمن اللقاء وفي النفس الأخير من المباراة أضف سعمار الهدف الثالث لشبيبة القبائل بعد كرة من يدروج الذي كان صالعا هذه المرة فتأهلت شبيبة القبائل للدور السادس عشر من كأس الجزائر على حساب شباب الدار البيضاء الحمد لله وجدنا المقابلة هذه بكل جدية ما استصغرناش الفارق الخاصم والحمد لله أنا أسعد راجل في العالم تهمنا بوكو بلوس البطولة ولكن هذا هو هذا هي كأس الجمهورية الفارق لي كان لازم يفوز فس شكرا شكرا